نشرت مجموعة من المواقع المصرية خبر اقتراب المدرب السابق لمنتخب الفراعنة والأهل المصري حسام البدري من تدريب فريق الوداذ الرياضي خلفا للتونسي المهدي النفطي وأوضحت مصادر وداذية مسؤولة أن الفريق الأحمر لم يتواصل مع البدري ولم يقترح عليه التدريب الوداذ مشيرا إلى أن المدرب المصري وضع سيرة هداتية للإشراف على تدريب الوداذ الرياضي كما هو الحال بالنسبة إلى مدربين آخرين مغاربة وأجانب وأسار ذات المصدر إلى أن إدارة فريق الوداذ الرياضي لم تفتح أصلا باب الترشيحات لجلب مدرب جديد رافضا ما يتردد بشأن إقالة المدرب المهدي النفطي من منصبه مباشرة بعد مباراة الدفاع الحسني الجديد وعلى عكس ما ذهب إليه عضو المكتب المديري لفريق الوداذ الرياضي فقد كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوداذ الرياضي سعيد النصري تواصل مع بعض الوكلاء الذين تعود على التعامل معهم قصد البحث عن مدرب جديد لخلافة المهدي النفطي الذي كان النصري وراء ضمه إلى فريق الوداذ الرياضي خلفا للحسين عموتة وأكدت ذات المصادر أن فريق الوداذ الرياضي توصل بسير ذاتية لمدربين مغاربة وأوروبيين وآخرين من جنسيات عربية من بينهم المصري حسام البدري الذي فاز رفقة الأهل المصري بلقب الدور الإفريقي سنة 2012 وكأس السوبر الإفريقي في 2013 فضلا عن لقب الدور المصري كما درب المريخ السوداني والمنتخب المصري الذي حصد معه نتائج سلبية ودرب السنة الماضية فريق وفاق سطيف الجزائري موسيقى 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 موسيقى